في هذا الفيديو انا متأكد انه سوف يتساعدني و لا يريدون أن ينظر علي لماذا؟ هذا الفيديو سوف نبين لك ما يدار بين الحكم و المباراة التي يجمعها بين الجسم الملاكي و الوداد مع اللاعب الداودي واحد اللقطة و انا كنتفرج في تلفازها واحد اللقطة بديتك نشوف الشفتين ديال الحكم و التار جادل ديالي و قلت ما يمكنس و جيت للدار اليوم اقررت انا نقلب على هذه اللقطة و لقيتها و بغيت نبارتاجها معكم باش نشوفو و اشدك سلي فهمت انا فهمتو غيبو حدي او لا حتى انتم مغاش فهموا معي هذه اللقطة و قبل ما نمشول هذه اللقطة بغينا نعاودو الفيديو من اللي ترامبين الجليز الداودي و اللاعب الداسليم لاحظوا معي يا الاخوة هنا الحديث عن تدبير مراتي على من اولا تكون سالة في ظل وضعية فريقه و تحدثون عن الجانب الديني مهم جدا في هذه المرحلة بالنسبة لفريقه هناك ربما بيها هكم يمنع خطان على ناصر الجيش الملك هناك فيما كتبلك الاختاعة عادية و تدخل عادي لللاعب زولا سوف نعاودوه بالعرض البطيء و سوف نرى جليل الداودي شنو غادي يدير و زهد صوت و سمع لي شنو غادي نقول و فهمني شنو بايت نوصل لك سليم كيحاولي كنترولي البال ديالو زولا كيحاول ما امكن انو يقطع لي الكورة ما اقدرش يقطع لي فهنا خطأ و تدخل بالقدم اليسرى فاللقطة اللي بغيت نوضح لك عزيز المشاهد هي هاد لقطة بالضبط و خاصة الناس يفهموها هنا شوفوا معي جليل الداودي واقف سليم يعني سافي يعني الركبة ديالو قاس والأرض يعني كل شي شاف الغلط او للخطأ نحن فلاحظ معي تدخل لي غادي يدير جليل الدودي لاحظ معي تدخل اللان رياضي شوف شوف معي هناك هناك بس شوف شوف taşおい تدخل د يالجليل الدودي أبلي عليكم الاخوان سواء كنتي عزكيري سواء كنتيolved ولكن كيفما كل حلقة تبقى رياضي اولا بدرجة الاولى اللي يرضي عليكم الاخوان لما يشوفوا معي القدم اليسرى ديالجليل الدودي شوف معي كيفاش افط العراسو بحلي عافط عاشي حاشاري شوف معي وشدلت يدخل رياضي بعد دورات كافية الجيش الملك ومن بعد متجاجة حمزة إيقامان عند الحكم وقال له تديره ريدا سليم هنا تفرع عليه تفرعات لي جبيته فالحكم مشا وشاف ريدا سليم انه الدم كيسيل بتعبيت حاله وشوف الخوطه ورد الدربة شنو قال ما ندير مشا عند جلاز الدودي وعطاه بطاقة صفراء انا اللي كان عرف انه من اللي كان نشوف الدم وكان بغي نخرج بطاقة اول حاجة كنستدعي الفار انني كنستدعي الفار وكنقول لي مودر كين الدم على الاقل اقل ما يمكن انك تدير ايوه السيد الحكم المحترم هو انك تمشي تشاهد الفار وتعاود اللقدر وتعطيه البطاقة صفراء فانت قلت في الاول انها ماشي غلط مقاسوش من بعد تجهتي وقلت حق ما حقان عطيه بطاقة صفراء باش نسكت الخادية شوف معي الاخوان شوف معي شنو ضار بين بين الحكم و جلال الدودي جلال الدودي حاول يضغط على الحكم والحكم بشهادة الجميع وشهادة على نفسه انه قل جلال الدودي انك ترتيج جوج ديال الاغلاط له مخاطرين وهما بالاصبوع دياله وهذه القطاء اخرى الاخوان من الزاوية اخرى كتبين ان جلال الدودي لحد الان بقي ما درتشي حاجة امام اعيون الحكم الرابع وشوفوا معي ردة سليم كل شي قال بانه خطأ يعني خطأ عادي والاخطاء واردة في عالم كرة القدم فلاحظ معي جلال الدودي الاخوان شنو غد يدير هنا الاخوان لقطة اخرى بالوضوح الاخوان لاحظ معي امام اعيون وانظار حكم الساحب شوف ردة سليم طاح جلال الدودي شوف معي شنو غد يدير شوف معي اخوان شوف لاحظ شوف الركبة دياله شوفوا حاولوا تركزوا على الركبة ديال الرجل اليوسرى دياله يعني الركبة دايرة شوف معي شنو غد يترى لاحظ هنا يا ضورها شوف 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 معي شوف وش فهمتوني الاخوان لا يمكن أن نصل لكم ولا لا ما هذا الحركة لم تكن لهم في الوقت ما هذا الحركة لم تكن لحمرك؟ بالله عليكم الأخوان رجاء الأخوان أن يكونوا معي صريحين ما هذا الحركة الأخوان؟ رأينا رأينا كيف تستعمد وبالقوة رأينا هنا ضربة رأينا كيف ستزعزع رأينا رأينا كيف ستزعزع رأينا وشو كيف ستضغط عليه شو كيف ستضغط عليه هالإخوان رأينا رأينا محكموه رأينا ربي سبحانه وتعالك يبغى اللعب أما رأينا تقدر تمشي لي العين دياله تقدر يمشي لي النير تقدر تلاعب يتخسر تقدر تلاعب ترى لو شي حاجة ما يمكنش واش هاد الكورة واش هادي كورة واش ناي واش أكشن واشنو ما بغشت تفهم لي أن هذا الحركة هذه والأكتر من هذا هو أن الفار ما استدعاش الحكم شوف معي شوف معي بالعرض الباطئ شوف شوف الركبة لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله لا إله إلا الله الإخوان حسبونا الله ونعمة الوكيل رأينا عمرنا مغانزة دول قدام هنا الإخوان بغشت ورين رياديش نكيدوا رمابين الحكم واللاعبين ولكن واحد لقتجاج بارازارد ورب كبير نعم سوف يصير جلال شوف معي يا عباد الله شوف شوف شو اللقطة اللي ضارتش واش أنا أحمق واش أنا ما فهمتش واش أنا ببوحده لي فهمتها واش ناس اللي كانوا كيتفرجوا معي ببوحدهم لي فهموا شوف معي هنا يا قال له الحكم هاد اللقطة ما فيها صفرة جلال يعني فهم رسكا جلال هاد يلا خاصة حمراء شوف ماشي صفرة الناس كيشوفوا فينا شوف معي هنا واش كيشوفوا فينا مهم كيشوفوا فينا شكل كيشوف فيهم طب يتحنتوا معارفين شكون سمع هنا قال له سوف يصير جلال يعني بو شوف الطريقة كيف يضر الحكم كأنه كيضر مع صاحبك شوف سوف يصير جلال ومرقة جلال والله يعونك جلال ضحك يا والدي ضحك نتالي جاج معك ما هي اللقطة كثيرة وهذا الفريق ان شاء الله بإذن الله واللاعبين دينا سنبقاوا يدفين والناس خصوهم يفهمون واحد القادية وراوخحنا من تقضوا اللاعبين وخانتقلوا الإدارة وخانتقلوا المدريب منعرشنو كنبقاوا مشجعين وافيين وما مشاركينش تتعاموا المرقة بحالة مشاركين ومشي وحدين خاصك تفهم عزيز المشاهد أن الجمهورة الجيش الملاكي عنده مبادئ والمبادئ ديانه وانا بطعمة بحالة مشارك زادت كبرت في حومة عسكرية زادت في حومة عسكرية في عائلة عسكرية وتورتت فيها المبادئ انها خصوص بقام مبادئ ولا الأني انطحانه وما يطحش ذاك الشعار وما يطحش ذاك النادي انطحانه وما يطحش طرابو هالشي اللي تورت فينا اشتركوا في القناة